السلام عليكم مصفة سندويتشات تكة تندوري الدجاج وصفة لذيذة لتتبيه الدجاج نحتاج نصف كوب زبادي نصف عصير ليمونة ملاكتين كبار زيت زيتون ملاكتين صغير بابريكا فلفل أسود وكزبر وكمون وبهارات المسالة وبهارات التكة وبهارات التندوري نحط معجون الثوم والملح ومعجون الزنجبيل ونخلط هذه التتبيه لونذو قطع ماذا تحتاج أي إضافات ملح وبهارات نضيف الفلفل أحمر الحار اختياري نحط مكعبات صدور الدجاج ونتبهلها على الأقل ساعتين أنا هنا أضافت ملون أحمر اختياري بس يعزز اللون بعد ما خلتها ساعتين من الأفضل الليلة بعد كاملة أحطها في عواد الخشب وأشويها بالفرن أو تقدرون تشوونها على المقلة أو الشواية أو على الفحم لين تستوي ما تطول ترى طبعا نسوي خبز النان عندي هنا نصف كوب موية ملعقة صغيرة خميرة ملعقة صغيرة سكرة خليطها همر 10 دقائق في العجنة أحط كوبين ونصف دقيق ملعقة صغيرة ملح ملعقة كبيرة زيت ونصف كوب زبادي وأبدأ أحط خليط الخميرة والسكرة وأبدأ عجن إذا حزتنا العجينة ناشا ممكن أزوده شوي مع ما أكثر العجينة تصير ملسة وناعمة وتركها تخمر نصف ساعة ساعة أفردها فرد رقيق كوار كذا بعدين أفردها وأخبزها على المقلة بهذا الشكل عشان يطلع لي شكل جميل الخبز خرافي عندي هنا صوس زبادي بالخلاط أحط شبت وثوم وفلفل وملح وزبادي وأخلطهم بيصير الخليط خفيف أضيف عليهم زبادي عادي عشان يثقل القوام خلاص بس الحين كل شي جاهز سويت مع بصل وباقدونس كذا يكون الطبق جاهز وسوى منه سندبتشات اللذيذة ما أحكي لكم عن الخبز والتتبيل وعن الصوس وصفة خرافية وبصحة وهنا اشتركوا في القناة